اشتركوا في القناة لتعرف بمستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة في مملكة البحرين ودبي وفي مقدماتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية حيث أن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع بشكل منهجي ومدروس وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين تسعى إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات جلالة الملك المفدى وبرنامج الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من رؤيتنا الوطنية 2030 وتنفيذ المبادرات الوطنية الرمية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبارئ العدالة والتنافسية والاستدامة وبين الشيخ محمد بن عبدالله الخليفان الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين ترتكز على عدة محاور منها خلق رظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة ويعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها وضبط أوجه الانفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات ترجمة نانسي قنقر